إلى الجزء الأخير من بوليغراف وتحليلنا المعمق لمنصات التواصل الاجتماعي نفتتحه كما نوهنا منذ قليل مع ردود الفعل على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصوير الحلقة سليماني كان محور ملايين المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي اخترنا منها تويتر لنحللها حللنا الفترة بين الثالث والسادس من يناير الجاري والتي شهدت التفاعل الأكبر ووجدنا أن اسم سليماني ورد في أكثر من 469 ألف تغريدة باللغة العربية و 376 ألف تغريدة باللغة الإنجليزية في الفترة نفسها التغريدات انقسمت بين تأبين سليماني وتوعد قاتليه وبين المرحبين بالعملية الأمريكية الانقسام ظهر واضحا في الوسومة التي تبعت العملية أبرز الوسومة التي تبناها المتعاطفون مع قائد فيلق القدس كانت قاسم سليماني شهيد انتقام سخت أما أبرز الوسومة التي غرد عليها المرحبون بالعملية فكانت قاسم سليماني إلى الجحيم وهلاك قاسم سليماني الحزانة على موت سليماني ومؤيدون نظام الإيراني كانوا الأكثر تفاعلا حيث شهدت وسومهم منتشارا أكبر بكثير مقارنة بالوسوم الأخرى لكن حظر تويتر في إيران دفع البعض للتشكيك في حجم التفاعل مع تلك الوسوم وإذا ما كان طبيعيا أم أن وراءه مجموعات تابعة للنظام الإيراني أما أغرب ما رصدناه فكان وسم قطر تلون علمها أسود وهو يقوم على اتهام قطر بتلوين علمها باللون الأسود حزنا على قاسم سليماني الاتهام الذي فندناه بوضوح في بداية الحلقة الوسم لم يشهد تفاعلا كبيرا ففي الفترة بين الثالث والسادس من الشهر الجاري غرد على الوسم فقط ثلاثة وسبعون شخصا أغلبها من حسابات لا تبدو حتى بشرية ولا تحظى بعدد كبير من المتابعين لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فقد تم فبركة تصريحات منسوبة للدوحة بشكل فج فزورت تغريدات بالألاف نسبت تصريحات غير حقيقية لأمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني ووزارة الخارجية القطرية ووكالة الأنباء القطرية وحتى للتلفزيون العربي والعديد من المؤسسات العالمية القطرية وشخصيات العامة المحسوبة على الدوحة التلاعب بالصور كان واضحا ما ساهم في تضاءل التفاعل مع تلك المزاعم في النهاية التوتر الإيراني والأمريكي لا يزال متصدرا للمشهد سواء على منصات تواصل الاجتماعي أو في وسائل العلامة التقليدية لذلك سنستمر في رصدنا للتفاعل وأبرز الفبركات حوله ونوفيكم بها في حلقة الأسبوع